وهو متعلق بالقرى الايطالية الطبيعي في ايطاليا حاليا يعني الامر صعب جدا وعدد الوفيات في ايطاليا وممكن ذكرتلكم في بداية الانترو وصل لطموميت وحالة وفاة وايطاليا من اقصر الدول في اوروبا يعني بتتدرر بسبب انتشار فيروس كورونا ومع ذلك نابولي النهاردة وده حديث العالم كله في هذه اللحظة بينائش هذا القرار خد قرار دون الرجوع للربطة بالعودة للتدريبات يوم 25 مارس القادم يعني بنتكلم يوم الاربع الجاي نابولي الايطالي خد قرار بالعودة للتدريبات خلال الفترة اللي جاية ده تبعته ايه على منظمة الصحة العالمية تبعته ايه على وزارة الصحة في ايطاليا الرياضيين في ايطاليا اكيد هيكون ليه تبعات كبيرة جدا لان بعض الاندائية بتاخد قرارات دون الرجوع للربطة ودون الالتزام ببعض التعليمات الصحية والطبية وايضا كمان تنفيذا لتعليمات الرياضيين والحكومة الايطالية بالحد من انتشار فيروس اكتبع انتابع كل هذه الملفات في الفترة القادمة لكن في النهاية النادي الالي خد قرار بغلق الفروع والمقر الرئيسي حتى نهاية شهر مارس الجاري واجتماعات اخرى ان شاء الله في نهاية هذا الشهر لمعرفة الموقف فيه توقيته وتنفيذا للتدابير الاحترازية وتوجهات الدولة خلال الفترة اللي جاية اكتفي بهذا القدر وبعد الفاصل الناقد الرياضي